الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم في هذا المقطع الدرس الخامس في التقافي الاقتصادي لغير الاقتصاديين أذكركم بما قدمناه في الدرس الرابع عن مكونات الدخل الوطني هذا الدخل الوطني الآن يتكون من العناصر أو المكونات الآتية إنفاق المستهلكين أو ما يسمى consumers expenditure هذا إنفاق المستهلكين على السلع المعمرة وغير المعمرة وما شابه عندنا إنفاق المستثمرين على الأجور والتعويضات وما شابه والسجعة الرأسمانية لخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والحافلات والحواسيب وما شابه عندنا إنفاق الحكومي الآن على النفقات الجارية اللي هي رواتب وأجور وتعويضات وما شابه زائد أنه البنية التحتية اللي هي انفاق رأسماني يسميه وهنا صافي القطاع الخارجي صافي القطاع الخارجي اللي هو الصادرات مطروح منها قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات فإذا كانت قيمتها الصافي موجبة فيرتفع الدخل الوطني وإذا كانت الصافي متساوي بالجهاتين بعمل آخر الساوي صار صفرا فالدخل الوطني لا يزداد لكن يستفيد أما إذا كان الآن الصادرات أقل من المستوردات قيمة فبكون الدخل الوطني الخفض إذن يتكون من هذه المكونات الأربع إنفاق المستهلكين إنفاق المستثمرين إنفاق الحكومة وصافي القطاع الخارجي أرجو رجوع إلى الدروس الأربع الأولى حتى تكون المعلومات تراكمي بإذن الله نكمل على بركة الله الآن نطرح السؤال البسيط والمهم بماذا يتأثر كل مكون من مكونات الدخل الوطني ونبدأ بالحديث عن الإنفاق الاستهلاكي بماذا يتأثر الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي أنت وأنا في الأسرة التي ننضوي تحتها أو يعني نتبع لها بماذا يتأثر الإنفاق المصروف الشهري أو الأسبوع أو عن مواد الغذائي الطعام والشراب والملابس والأثاث وما شابه الآن أولا لا بد أن نذكر بأن الدخل الشخصي المتاح الدخل الشخصي اللي هو الدخل الإجمالي مطروح منه الآن الضرائب والالتزارات أخرى فهذا الدخل الشخصي يذهب في قناتين الانفاق الاستهلاكي والإدخار إذا الآن الدخل الشخصي على سبيل المتاح لي أنا 100 دينار شهريا فيذهب جزء من 100 دينار إلى الانفاق الاستهلاكي وما تبقى يذهب إلى الإدخار والمقصود الآن أكرر بالدخل الشخصي المتاح هو الدخل الكل الذي يتأتى للشخص مطروحا منه الضرائب والالتزابات المفروضة على الدخل الشخصي طبعا دخل الشخصي بستناء نفقات الأسرة هذا الدخل الشخصي يذهب بقناة الانفاق الاستهلاكي وهنا قناة الانفاق الاستهلاكي بعوامل متعددة سأذكرها هنا ثم أشرح بسيط لكل واحد منها الدخل في قدمة الدخل يعني العوامل التي تؤثر بالانفاق الاستهلاكي بمستوى معيشة الأسرة بمستوى رفاها بمستوى استهلاكة الدخل مستوى أسعار السلع ثروة الشخص أو الأسرة مديونية الأسرة السياسة المالية التي تؤثر في مستوى الضرائب تحويلات الحكومة للأفراد والأسر توقعات المستهلكين عن أسعار المستقبل ودخل المستقبل توافر السلع والخدمات التي يشتريها الأفراد أو الأسرة أو الأسر تضخم الأسعار أسعار الفائدة الأحوال النفسية والشخصية للأفراد هذه 11 عامل أو محدد من محددات الانفاق الاستهلاكي الآن سأشرح بسرعة عن كل مكون إذن يتأثر الانفاق الاستهلاكي بالعوامل الآتي أول شيء الدخل الدخل مصدر أساسي يعني عندما يرتفع الدخل معنا ذلك يرتفع الانفاق الاستهلاكي يرتفع الادخار معه وعندما ينخفض وبالتالي يؤثر سلبا على الانفاق الاستهلاكي ويؤثر سلبا على الادخار ثاني مستوى الأسعار عندما تكون أسعار مرتفعة الناس يحجموا يقللوا من مشترياتهم من السلع الاستلاكي الطعام والشراب ومشابة وإذا انخذت الأسعار يقبلوا عليها وإذا ارتفعت الأسعار يقبلوا على الادخار أكثر بالحالة هذه ثروة الشخص الثروة التي هي ما عدا الدخل يعني تختلف عن الدخل بأنه ما تراكم عبر حياته إلى تلك اللحظة التي نتحدث عنها مثلا يعني شاب عمره 35 سنة عمل خلال 15 عام الماضي وبالتالي لابد أنه اتدخر جزء من دخله ووضعه في حسابات أو اشترى عقارات تدر عليه دخل أو على الأقل أصبح لديه تروة فكلما ارتفع مستوى ثروة الشخص أو الأسعار ارتفع الإنفاق الاستهلاكي والإنخفاض وأدل الإنخفاض أربع مجونية الأسرة الآن الديون التي تترتب على الأسرة أو أفرادها الآن تؤثر على مستوى الإنفاق الاستهلاكي فعندما ترتفع المجونية يقل إنفاق الاستهلاكي والعكس صحيح السياسة المالية التي تؤثر في مستوى الضرائب السياسة المالية التي تتبعها الحكومة في فرض الضرائب على الدخل المتأتي داخل الاقتصاد ما في دولة ما فعندما تكون مستوىات الضرائب مرتفعة معنى ذلك أنه يؤثر على الدخل المتاح هنا يؤثر على مستوى الانفاق السهلاكي وعلى مستوى الادخار فعندما ترتفع مستوىات الضرائب يقل الدخل المتاح وتقل الضرائب ويقل بالحالة العفوة يقل الدخل المتاح ويقل الادخار ويقل كذلك الأمر انفاق استهلاكي. خمسة تحويلات الحكومة للأفراد والأسر. عندما ترتفع تحويلات الحكومة الآن للأفراد الحكومة في بعض الدول تحول ما يسمى ويلفر أو ربما معونات إعانات شخصية أو عائلات معينة فهذه تزيد من انفاق كل ما زالت يعني تزيد من انفاق الاستهلاكي. توقعات المستهلكين عن أسعار المستقبل ودخل المستقبل. عندما يتوقع المستهلكون بأن الأسعار في المستقبل سترتفع سيقبلوا على الشراء في اللحظة حالية. وإذا توقعوا بأن الأسعار ستنخفض فسيحجموا عن الشراء ويؤجلوا الشراء في المستقبل. وإذا كانت توقعاتهم عن دخل المستقبل بأنه سيرتفع ربما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في الفترة الحالية لأن التوقعات الإيجابية تؤدي إلى حال نفسي أحسن وأرقى وأكثر وإيجابي أكثر وبالتالي يقبلوا على الشراء الحالي توافر السلع والخدمات التي يشتريها أفراد إذا لم تتكن السلع متواثرة والتالي ليس هناك انفاق استهلاك عليها فلابد أن تتوافر السلع والخدمات بشكل مقبول حتى يقبل عليها المستهلكون تسعة تضخم الأسعار هذا طبعا ليس له علاقة بالتوقعات لكن كلما ارتفعت الأسعار تضخم الأسعار معنى آخر القوى الشرائية للدخل تنخفض ينخفض انفاق الاستهلاكي رقم 11 أسعار الفائدة أسعار الفائدة تؤثر بأسعار السلع الاستهلاكي لأن الفائدة أسعارها تؤثر في الاستثمار وإذا الآن الاستثمار أصبح أكثر غلاء وأكثر كلفة هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ثم انفاق الاستهلاكي وأخيرا لحوال النفسية الأشخاص لما يكون أشخاص عاديين يعني مرتاحين نفسيا إن شاء الله أنهم غير يعني لا يعانون من أمراض نفسية وبالتالي يقبلوا عن انفاق الاستهلاكي هذا التمثيل الصوري الدخل من عوامل طبعا العوامل والمحددات التي تؤثر بالانفاق الاستهلاكي الدخل الثروة هنا عندي هنا الديون إذا كان الديون طبعا هنا تؤثر كلما ارتفع الدخل ارتفع انفاق الاستهلاكي كلما ارتفعت الثروة ارتفع انفاق الاستهلاكي كلما زالت الديون انقل أو انخفر الانفاق الاستهلاكي الآن هنا نحضر الديون وقروض عليه قروض هذا الشخص لهذا السبب يلطم انظروا إلى وجهه فعليه ديون وقروض الآن وضرائب هنا يبدو أني غلطت أنا بالطباعة هنا ديون له قروض وعليه ضرائب هنا فاعذروني على هذا الخطأ فكلما زاد الضغط عليه قل الانفاق الاستهلاكي هنا إذا كانت الاسعار مرخفضة تخفيضات 35 يقبل الناس على الشراء هنا اسعار الفائدة عندما ترتفع اسعار الفائدة وبالتالي تؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمارات وهذا زيادة كلفة الاستثمارات تؤدي إلى رفع اسعار السلع الاستهلاكية وبالتالي انخفاض الشراء هنا الآن التدخل عندما ترتفع اسعار السلع يقل الإقبال عليها هنا الأحوال الشخصية النفسية لأشخاص لما يكونوا مرتاحين على عكس الأمراض النفسية التي يعاني منها هنا وهنا الضرائب وأخيرا عندي حوالات ومعونات الحكومة عندما ترتفع الضرائب يتقلل الانفاق الاستهلاكي وعندما ترتفع حاولات ومعونات الحكومة يرتفع الفاق السهلاكي أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع السريع راجعا أن أكون قدمت لكم الفائدة أرجو منكم أحبة الطلب والمتابعين الرجوع إلى الدروس تباعا الأول والثاني والثالث والرابع وهذا هو القامل حتى تكون المعرفة والعلم لديكم تراكم بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله في الدرس الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته